بسم الله الرحمن الرحيم ببركة الأنفاس المقدسة للمولى أبل فضل عباس عليه السلام أطلق مركز تصفير المخطوطات وفارستها التابع لمكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة مبادرة تراثك أمانة لحث العوائل الكربلائية الأصيلة والعوائل العراقية الكريمة للمساهمة في حفظ التراث المخطوط الذي ورثوه عن آبائهم وأجدادهم لما يتسنى هذا التراث من تأريخ عتيد حافظ على تأريخ العراق وعلى مسيرة تعود إلى مئات السنين وذلك من خلال إهداء ما لديها من هذا التراث المخطوط الذي ورثوه عن الماضي من الآبائي والأجداد في الخزانة المباركة والإتيان بها إلى خزانة العتبة العباسية المقدسة وذلك من خلال إهدائها للوثائق التاريخية أو المخطوطات التاريخية وبذلك سيكون على عاتق الأوان العامل العتبة المقدسة تكريم هذه العوائل الكريمة من خلال هدايا عينية وتبركية وتسجيل أسماء هذه العوائل في سجل العوائل المهدين للتراث من الوثائق والمخطوطات الفائدة من ذلك يعني هذه المخطوطات والوثائق عندما تكون مقتنزة في بيوتات أصيلة كربلائية أو عراقية يعني موجود عليها الغبار والتراب وليست فيه منتناول الأيدي نحن نجمع هذه الوثائق ونجعلها في طور الدراسة بعدما يتم دراستها وترميمها في حالة احتياجها إلى ترميم وإدخالها في سجلات ثبت يعني متخصصة وفي سجلات أرشيفية بالإضافة إلى تحليلها وتنظيمها ورقيا وإلكترونيا بعدما نحول هذه الوثائق إلى الصيغة الرقمية ونحافظ على أصولها في خزانة العتبة وبذلك بعد هذه المراحل هي مراحل متعاقبة طبعا تحتاج إلى شرح مفصل في النهاية نجد أن هذه الوثائق أصبح للينا كنز وفير من معلومات مهمة تاريخية تخص تاريخ كربلة وتاريخ المحافظات العراقية بشكل عام ونجعل هذا التراث يعني في متناول الباحثين والمتخصصين في هذا المجال بعد أن يتم الاتفاق مع العوائل الكريمة على نشر هذا التراث وأيضا سنصدر إن شاء الله فهرس لتلك الوثائق التاريخية يصدر من العتبة المقدسة